الله تبارك وتعالى قالوا على الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وغير ذلك من الآيات الواضحة البينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير مثال في التوكل عليه الصلاة والسلام يعني مثلا تجد في الهجرة قبلها بسنة كانت قصة الإسراء والمعراج المعروفة وكان ممكن ربنا صحة تعالى بنفس الطريقة يأخذه من مكة إلى المدينة لكن لأن العمل ده عمل بشري وهتكرر والمسلمين في كل أوقاتهم هيحتاجوا لموضوع الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخطط ونظم وأبو بكر مجهز الراحلتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالثمن ويجيب عليه بات مكانه في الفراش ويخرج متخفي ويطلع في اتجاه غير الاتجاه اللي هم رايحين فيه ويختبئ في الغار وكل ده ووصل الكفار وصلوله وابو بكر يقول له يا رسول الله والنظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه يقول له ما ظنك باثنين الله وثالثهما انت متخيل ايه واحنا كل الاسباب اللي احنا خدناها دي وقلنا برضو ووصلولنا لكن الله ثالثنا تمام شوف موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج ببني اسرائيل وهو يهرب من فرعون خلاص في لحظة لقوا البحر قدامهم وفرعون خلفهم قال بني اسرائيل انا لمدركون في اللحظة دي قالوا ايه انا لمدركون قال موسى كلا انا معي يا ربي سيهدين يقين اخوانا دي دي مسائل بقى بتظهر وقت المحن يعني الايمان ده والتوكل ده مش حاجة جافة كده ولا حاجة معلبة الواحد يأكلها ويشربها لا لا دي حاجة داخل القلب اللي هو يعني بنسمعها دايما الايمان مواقرة في القلب وصدقه العمل او قول اهل السنة الايمان قول وعمل حاجة كده متربطة داخلة مع بعضيها ومدة الغذاء بتاعتها داخلة في بعضيها يعني كل ما يبقى العمل فيه توكل كل ما التوكل يملى القلب وكل ما التوكل يملى القلب العمل يظهر عليه التوكل وهكذا تلاقي كده منظومة متربطة مع بعضيها سيدنا ابراهيم عليه السلام لما طلع عشان يكسر الاصنام هو ده امر شرعي ربنا صحات على امره به وعارف اللي هيحصله وعارف قومه هيرجعوا ويعملوا فيه ايه وقالوا ألقوه في الجحيم وأوقدوا له نارا يعني عظيمة جدا وألقوه فيها عليه الصلاة والسلام وهو يحسن التوكل على الله تبارك وتعالى حتى في بعض الروايات يقال ان جبريل اتاه ليقال اللي يقول له ألك حاجة يقول النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألك حاجة قال أما اليك فلاه انت عبد انت مخلوق زي زيك انت سبب وأنا لا أتعلق بالأسباب في هذه اللحظة وأما إلى الله فهو أعلم بحاجتي المعاني دي أخوانا لما نقعد كده نتفكر فيها مش مجرد قصص وحكايات وروايات لا دي لازم تكون واقع في حياة المسلمين أنا بذكر الأنبياء طبعا لأنه هم قدوتنا وهم سادتنا وهم أقرب الناس أن احنا نتشبه بهم وسيرتهم مليانة بهذه الأمثلة ولو نزلنا بقى للصحابة والتابعين والأئمة على مدار التاريخ يعني الإمام أحمد بن حنبل مثلا يسأل في مسألة التداوي العبد مريض يتداوى أم يترك التداوي يقول لك لو كان يحسن التوكل له أن يترك التداوي هو بيميزه هو بين عليه حاسس من نفسه والغالب على حياته وعلى وضعه أنه يحسن التوكل له أن يترك التداوي خلاص يبقى مريض ولا يتداوي وإن كان ضعيف الإيمان ضعيف التوكل عليه أن يتداوي هنا بيميز بقى والإنسان هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أدرى بنفسه وهو أقدر على تقييم نفسه إزاي يزبط أموره في التعامل مع هذه الحياة ودائما يتعهد قلبه وكان يقوله تعهد قلبك عند الصلاة وعند الموت فإذا لم تجده فاعلم أنك بحاجة إلى مراجعة نفسك لما تيجي بقى وقت الصلاة والخشوع والتدبر وتيجي تدور كده ما تلاقيش أو تيجي عندما يذكر الموت أو تجوف جنازة أو تعدي بالقبور أو كده تلاقي نفسك ما بتتأثرش لا هنا عندك مشكلة أنت محتاج أن أنت تراجع الإيمان في قلبك وتشوف قلبك إيه المشاكل المحيطة بيه عشان تخلصوا منها وهكذا مسألة الإيمان دي يا أخواننا مسألة يعني مهمة جدا 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 وفي نفس الوقت ما هياش كابسولة ولا هي حقنة ولا برشامة أنا خدها لا ده أمر متعلق بجهد الإنسان بيبذله عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هذا الإيمان ويجعله من أهل الإيمان الحق الذين يعيشون حياتهم بالتزان متوكلين على الله تبارك وتعالى ولا يتركون الأسباب لكنهم في ذات الوقت لا يتعلقون بها والله تعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر